يعطيكم العافية اليوم راح نشرح الكليبينج ماسك المقصود في الكليبينج ماسك انه انا انه انا بدي اظهر بس الصورة في الشكل اللي انا بدي اخطه فيه زي ما قلت المحاضرة اللي فاتت الماسك هو المسؤول اني انا اخفي او اظهر شغلة معينة شوف كيف ممكن نعملها هاد الشغلة انا بدي اجي اعمل create new اعطيها اي مقاس هالوقت لاني ما فيش تصميم معين بدي اعمله 72 RGB و create طيب احنا بنلاقي مثلا بدي اجي بدائرة و لما بدي اجي ارسم الدائرة بدي اجي اضغط shift و ارسم اول شغلة اول شغلة لما بدي اجي ارسم الشكل لازم يكون فيه لون يعني ما بينفع يكون الشكل بلا لون يكون ليش لانه هو رح يفهم انه الصورة بحطها وين فيه جزء الملون طيب انا رح اعطيها ايه اي لون ما بتفرق طيب رح اجي اجي بصورة ايها هذه الصورة اول شغلة اه الصورة بدي اياها تكون فوق الشكل يعني ترتيب الطبقات هنا تكون الشكل اه سواء دائرة مربع اه بوليجون اي شكل انا بحطه بدي يكون هو الطبقة اللي تحت واللي فوق بتكون ايش اه طبقة اه طبقة الصورة طيب هلوقت انا الصورة عندي اخذت هيك هدا اجت وخطيتها وتمام هلوقت بنيجي لمهمة انه انا بدي ادخل الصورة جواد ايش الشكل بدي اجي احط الطبقة الماوس ما بين الطبقتين واجي اعمل ايش اجي اضغط بالكيبورد رح اتغير شكل الماوس رح اضغط طاطا اه بالماوس دخل الشكل الصورة جوا الشكل طب انا يعني انا لو هيك حركت رح يتغير لي ايش يعني الصورة حسب ايش اللي بديها طب هل انا بفعل اي اضغر واكبر في الصورة ا هعمل كنترول تي انا بقدر اني اتحكم في الصورة ايش زي ما بدي اكبرها اه اضغرها اه تمام طب هدول الطبقتين يعني ممكن انا يكون عادي في التصميم اكتر من كيبنط ماسك ايش ممكن اعمل عشان اضمن انو انا ما رفي تكوني مرتب حدد التنتيب بالконترول واعملكم create group group from layer اعمله اعطيله اسم واحد مثلا هيك صارو الشكل والصورة جزء واحد طب هل انا بقدر اجي واعدل اه ممكن اجي واعدل اضغط يعني مفتوح انو ايش انا بافتح للgroup بقدر اغير طب هل انا بقدر اني ممكن ممكن من هاد الدائرة اعمل كمان طبقة فوق فوق الصورة واخفف لونها انها تصير لونها خفيف اه ممكن اجي هنا عشان انا ما اتغلب وما اجيش ارجع ارتم هعمل كنترول جيل لطبقة الدائرة واطلعهم شايفين انا هلوقت فكيت ما بينهم انا رح ارجع اعمل الماسك رح احط الماسك ما بين الطبقتين اعمل هيو هيك طب هادي انا بفق اعملها كمان اه بقدر هيو طب هلوقت هادي كتير يعني اللون كامل انا ممكن اقوله اه خففت اللون تبعي اه طب هل انا ممكن اغير هادا اللون اه بتغط ضغطه هنا اه هاي اخمار اللون اللي انا بدي اياه بقدر ايش اعطيله اياه طيب المحاضرة الجاية رح اعطيكو اه مثال على اه الكليبينت ماسك ورح كيف رح نتعامل معاه هاجيب تصميم ونشتغل زيه اه في الكليبينت ماسك كتطبيق عملي عليه و رح اجيب رح نتعلم ايش في اللاير ماسك محاضرة الجاية في تطبيق عملي ويعتكم الف عفيا